اشتركوا في القناة الماء اللي بتهم من الجميع ان كان المعدين المقدمين البرامج الميدانية فالحقيقة كانت هذه من الميزات اللي تميزت فيها رؤيا في عام 2012 اهم ما حصل هي المصداقية التي تمتعت فيها رؤيا وهذه اعطتها هذه المصداقية اعطتها يعني للمشاهد الاردني الحقيقة يعني استغربوا انه يكون في الاردن او في الاعلام يعني بهذا الصدق والوضوح والانفتاح فلذلك 2013 عام تحدي جديد كمان يعني وحسب ما يعني اطلاعي على بعض الامور وانا شخصيا عم بدفع كثيرا الى البرامج الشبابية والبرامج الجماهيرية يجب ان نكون اكثر الاتصاق مع الواطن الاردني واكثر معيش نتعايش مع مشاكله ليس المشاكل السياسية فقط انما المشاكل الاقتصادية المشاكل الاجتماعية السلوكيات العامة للناس حقيقة ان احنا بحاجة لا اعادة يعني بسموها العقد الاجتماعي المبني على يعني السلوك الراقي للانسان المواطن الاردني يعني فباعتقد انه برامجنا للعام القادم حتكون برامج يعني اه كتير فاعلية وطبعا اكثر حتكون كمان في ما يتعلق في الاخبار حيصير توسع والاخبار شغلي هامي جدا ان نتقدم للناس الاخبار العالمية تعنيني رؤية الان انه انا عم بقدم للمجتمع الاردني خدمة اعلامية مهمة خدمة اجتماعية يعني يمكن واقلها انه احنا عمال يعني الرؤية الان تضم لا يقل عن 150-170 موظف بجميع مستويات الوظيفية من المقدم من وزيكم وراء الكواليزة مبئولو اللي بشغلو الاجهزة فكمان هذا من نسبة الناف غير عظيم انه احنا نجد ان هاي الكفاءات اللي تقود محطة فضائية بمستوى رؤية في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني اللي الله يعينه على ما تحمل خلال السنتين المضت وان شاء الله في رعايته سيكون مجالس نيابي قادر على ان تقود المرحلة القادمة وان تخرج مجلس وزراء قادر على ان يقوم بدوره كسلطة تنفيذية عليها مهمات اكبر من المهمات اللي بتقوم فيها حاليا وبتلقي اعبائها على غيرها وان شاء الله يعني عام جاء سعيد للجميع والحمد لله يعني نقول انه احنا في حالنا الاردن كتير افضل من دول غيرنا يعني نتمنى انه نستمر في هذه الوضع اللي احنا فيه الامن والسلام والاستقرار موسيقى اشتركوه اشتركوه ب PREMI